أهلا بكم لبنان أقرب من أي وقت مضى لاستثمار ثروته النفطية والغزية ولسيا في البلوكات البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة على وقع معادلات المقاومة ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ينطلق من النقطة بيوان هذه فيما تسعى تل أبيب الاعتماد النقطة هذه التي أزاحتها شمالا في اتجاه الأراضي اللبنانية ووضعت عليها شريطا شائكا عند انسحاب جيش الاحتلال من لبنان عام 2000 اعتماد هذه النقطة يؤثر على مساحة لبنان البحرية ويقضم منها وبالتالي ينعكس على الترسيم البري ولسيم أن هناك نقاط برية يتحفظ عليها لبنان ولبنان يصر على اعتماد هذه النقطة وفق الترسيم مع فلسطين المحتلة عام 1923 والذي أعاد اتفاق الهدنة تثبيته عام 1949 إذن لبنان يجدد تمسكه بسيادته على بلوكاته الحدودية إضافة إلى حق لقانا كاملا أو ما بات يعرف بالخط الثالث والعشرين بلاس ويرفض لبنان قطعيا تقاسم الثروة مع تل أبيب تأكيدا لرفضه أي شكل من أشكال التطبيع ترجمة نانسي قنقر